بحث الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق حنن ويلد سيدي وزير الدفاع الموريتاني أوجه التعاون العسكري بين البلدين ووقع وزير الدفاع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى أقوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء رئيس أركان حرب أقوات المسلحة وعددهم من قادة أقوات المسلحة المصرية والموريتانية التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق حنن ويلد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والموريتانية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها كما أعرب وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تطلعه لمزيد من التنصيق والتعاون المشترك مشيدا بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والموريتانية